كان يستعد لدخول كلية القانون أحمد آزاد عاصي الأول على الشق الأدبي في كاركوك بمعدل 97.57 اشتهر اسمه بعد تكريمه وها هو ذات الاسم على قطعة قماش سوداء معلنة وفاته بكار ساتيكي ضلت الزين جياني لدزداء وأول يوم الجامعة ثاني يوم اتمرضوا وراه الظهور طالع السوق واي الاقتفاء وتتصار خمزة وراه باقي والموبايل يما والذان بين سلاع يما ويتساءل ذو أحمد المجنى عليه لماذا قتل إذن؟ طالما لم يسرق ما بحوزته من نقود هي جزء من مكافأة نجاحه الباهر كان هادئا جدا ولا أصدقاء له نطالب بالقاء القبض على المجرمين لنرى لماذا قتل لا أعداء لنا يجب أن نعلم ما السبب كان حفيدي وأحبه كثيرا حزن كبير هنا فأحمد أكبر إخوته الخمسة والدته ليست على ما يرام وكذلك أصدقاؤه رحنا دورنا عليه رحنا للبازار حتى هنا دورنا وفي الصباح اثنين واحد بقلبه واحد بالرأسه وتتحفظ قيادة شرطة كاركوك على ما توصلت إليه من خيوط ومكافحة الإجرام تدقق كل الكاميرات في هذا المكان عثر على جسدي أحمد آزاد الأول والمتفوق على الآلاف من أقرانه هذه دماؤه وشرطة كاركوك تحقق بقضية تعدل أكثر غموضا بتاريخ الجرائم للشرقية نيوزة الألعاء كاركوك